من الصحفيين المتقلقين سواء في دولة وفقت على هذا الأمر بل وقدمت ستة من أندياتها وهي إنجلترا أو في دولة رفضت هذا الأمر وهي فرنسا معنا من فرنسا الصحفية والمذيعة في قناة فرنس كاتغ فان كاتغ المغربية الزميلة زينب الهواري زينب أهلا بيك من وره مساء النور شكرا هاني كل سنة وانت طيبة وانت طيب وجميع المصريين والعرب رمضان كريم الله أكرم ومن إنجلترا حيث ستة أندية منها تشيلسي اللي بيتولى تغطية أخبارها الصحفي الإنجليزي المتقلق نيزار كانسيلا نيزار أهلا بيك عبر صد البلد ببعث لك تحياتي وتقلقك الدائم عبر متابعة أخبار تشيلسي فريق المفضل مرحبا طيب حدا معك نيزار بداية باعتبار أن تشيلسي أحد أندية ستة في إنجلترا قررت المشاركة رغما عن الدور الإنجليزي نفسه وعن الاتحاد الأوروبي كيف ترى ما يسمى بنظام الدوري أو السوبر الأوروبي المفروض ينطلق الموسم اللي جاي بحسب ما قالت الأندية أعتقد أن النظام السوبر الأوروبي الجديد ينظر إليه بشكل سلبي جدا فنحن لدينا تقاليد كبيرة فيما يخص كرة القدم والبطولة دائما تكون تنافس أوروبي لذا نرى السوبر الأوروبي الجديد أعتقد أن البعض حتى لا يفهم فكراته فالكرة الأمريكية مختلفة عن كراتنا ونحن لا نعتقد أن كرة القدم يجب أن تكون نظام سياسي ولكنها يجب أن تتبع تقاليدها فأنت يجب أن تكون في أوروبا حتى تشارك في الدور الأوروبي ولكن إذا كان السوبر ليج هنا أعتقد أن إذا كان السوبر الأوروبي رسالة إيجابية كانت الناس سيقبلها ولكننا لا نرى هذا وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي منفجرة بشأن هذا الموضوع لذا هذا أمر فوضوي ولا يقبله أحد وأعتقد أنه يغير الأسس في كرة القدم نعم شكرا نظار ابقى معي أنتقل إلى زينب الهواري من فرنسا الرفضة لانطلاق هذا الأمر بل وأنديتها حتى رفضت وتحديدا باريس سانجرما زينب باريس سانجرما في وقت قريب أوي كان بيتقال عليهم أن هم بيبوزوا كرة القدم بالفلوس اللي بيدفعوها دلوقتي بقيت باريس سانجرما بتحمي كرة القدم برفضها إقامة السوبر ليج شايفة إزاي القصة وشايفة إزاي رفض باريس سانجرما المشاركة نعم صحيح طريق باريس سانجرما من بين الأنبياء التي رفضت هذه الفكرة تأسيس دوري أوروبي مغير أو منافس لدوري أبطال أوروبا حاليا وهي هو قرار صائب بالنسبة إلى الفريق الفرنسي الحكومة الفرنسية أيضا رفضت هذه الفكرة وقالت بأنها مستعدة لمساندة أنها تساند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأيضا الاتحاد الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف هذا المشروع إذن فريق باريس سانجرما اتخذ قرارا صائبا لماذا؟ لأنه مشروع سيقتل كرة القدم ليس فقط الأوروبية بل كرة القدم الدولية لأنه كما لاحظنا من بين القرارات التي تريد الويفا اتخاذها منع اللاعبين الدوليين من المشاركة في البطولات الدولية هذا سيؤثر على أداء المتخبات وأيضا على مستوى الدوليات إذن قرارا صائب جدا وأعتقد وأتمنى أن تنضم إليها أندية أخرى نعم نزار خلينا أسألك عن تشيلسي تشيلسي أحد الأندية المشاركة في هذا القرار والمشاركة في السوبر ليج وبالتالي مع التهديدات الكتيرة اللي اسمعناها النهاردة من اليويفا قد يمنع تشيلسي من استكمال مشواره في دور أبطال أوروبا هذا الموسم وهو يلتقي مع ريال مدريد اللي معاه متضامن على مستوى السوبر ليج شايف إزاي ده ممكن يحصل وتحديدا أن بيريز قال هل بتهددونا بالانسحاب من دور الأبطال هذا لن يحدث إطلاقا شايف أنت إزاي مشوار تشيلسي اللي وصل لنصف نهاية دور الأبطال لأول مرة من سنوات طويلة نعم هذا مؤسف لأن تشيلسي نادي متهمة جدا وهو لديه فرصة كبيرة أن يفوز بالشامبيونز ليج والآن هو على المحق وهو لديه الكثير من القضايا العالقة وأعتقد أن تشيلسي ستعارض الاتقاه السائد وأعتقد أن هذه التهديدات تهديدات جدية ويقولوا مثلا أنهم سيخرجوا فرق من الشامبيونز ليج وهذا خطر وغير مقبول لذا السوبر ليج هو تهديد مباشر للشامبيونز ليج وفي أنها ستكون هذه مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه أن يتعامل معها فإذا لم يشارك تشيلسي وريال مادريد في المنافسة في النهاية الوضع سيكون صعب وغير مقبول لأحد فالإثنى عشر فريق الكبار يجب أن يشاركوا في البطولة وإلا لن يكون لها طعم ولا همية طبعية لذا هناك أيضا منافسة قانونية في هذا الشأن ونحن رأينا أيضا أن رئاسة الاتحاد الأوروبي عانت في مفاوضاتها بشأن هذا الأمر ففكرة طرد بعض النوادي وبعض اللعبين نتيجة لهذا الأمر هذا كل أمر فوضوي غير مقبول فنهاية البعض لا يريد النوادي الكبيرة أن تشارك في السوبر ليج وهذه معضلة كيف ستحلها لا أعرف فالشامبينز ليج في غاية الهمية لكل مشقعين كرات القدم واستبداله غير مقبول لذا شيلسي هو الفريق الأبرز في لندن الذي يفوز بهذه البطولات لذا لن يقبل أحد أبدا خروجه من هذه البطولة وهذا أمر بصراحة غير مسبوق لم أره في حياتي من قبل نعم